النهاردة أظن فيه خبرين مهمين جداً الخبر الأول المتعلق به توجيهات فخامة الرئيس المجموعة الاقتصادية باستثناء مستنزمات الانتاج والمواد الأولية أو المواد الخامة مهمة جداً 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 لأنه ده من شأنه فعلاً تعزيز العملية الصناعية والعملية الانتاجية اللي موجودة أو اللي احنا أوجدناها في مصر خلال السنين اللي فاتوا واللي هي بالأساس القاطرة الحقيقية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية بالنسبة لنا ده على سبيل المثال للحصر وزي ما حضراتكم عارفين فخامة الرئيس وجه باستثناء تحديدة مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الإجراءات اللي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وإنه نعود إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل ودمتم